اختتمت وزارة الصحة فعالية اليوم الخليجي للصحة المدرسية وصحة اليافعين والشباب وذلك بحضور عدد من المسؤولين والمعنيين من وزارة الصحة ووزارة التربية والتعليم هذا وأكد الدكتور وليد المانع وكيل وزارة الصحة الحرص المتواصل على تعزيز صحة المدرسية وصحة اليافعين والشباب من خلال زيادة التوعية بالسلوكيات والأنماط الصحية لدى هذه الفئات لفتن إلى أن مملكة البحرين تضع تعزيز صحة العامة لجميع الفئات العمرية على رأس أولوياتها باعتبارها إحدى المرتكزات الهامة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة وأعرب وكيل وزارة الصحة عن فخره بما تحقق من خلال البرامج والسياسات التي تم تنفيذها في وزارة الصحة بهدف الارتقاء بالبرامج الصحية المدرسية ترجمة نانسي قنقر